خرجت بعض اللحة القذرة ونازلوا كلماتي هنا خرجت بعض اللحة لكي تقدسوا خلنا نشوفوها وتدعموا بالرغم كل الفساد الأخلاقي المالي المعيشي الاقتصادي السياسة في السياسة الخارجية في كل شيء لم يترك شيء إلا وأفسده في مصر وحتى حوالي مصر مع ذلك الله الرحمن الرحيم ميان من حزب النور بشأن انتخابات الرئاسة 2024 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد عقد حزب النور عددا من اللقاءات التشاورية مع الأمانة العامة وأمانات المحافظات وانتهت بجلسة تصويت للهيئة العليا لاتخاذ قرار بشأن المرشح الذي سيدعمه الحزب في انتخابات 2024 وقد أسفرت المناقشات عن وجود قناعة راسخة لدى كواد الحزب على ضرورة وجود قيادة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة المختلفة وتقويتها وقيادتها لكي تتعاون بما يتناسب مع حجم المخاطر والتحديات التي تواجه مصر والمنطقة بأسرها ولذلك يعلن حزب النور عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ويحص الحزب أبناءه وجميع المصريين على المشاركة في الانتخابات والحرص على البناء والحذر يعني لو كانوا يعيشون في المريخ لو كانوا يعرفوا أن السيسي خرب مصر وهنا أذكرت لكم جزء طبعا قضية الديون راهي اليوم مصر عبارة عن ديون خارجية غير مسبوقة غير مسبوقة لم يسبق في تاريخ مصر حتى أيام الاستعمار الاستعمار بسبب ديون في نهاية القرن التاسع عشر لم تصل ديونها إلى ما هي عليه اليوم نسبتها يعني يخرج هؤلاء ولحان طويلة كما ترون وقد خرجوا قبل عشر سنوات وسندوه في الانقلاب وعطولوا الختم الإسلامي انتع اللحية طبعا هو وغيره كان خرج أيضا بالأزهر وما يسمى بمفتديار مصرية إلى آخره اللي قالوا ضرب في المليان إلى آخره يخرجون ويقول لك نحن سيسي بعضهم هؤلاء اللي خاضرين في القائمة في الممنوعين من الخطابة في المساجد يليتهم يمنعون إلى الأبد في الحقيقة لأنهم لا يقولون إلا زورا وحزب النور كما يسموه هو شعب المصري والمسلمين اللي يعفوه يسموهم حزب الزور وقفوا في الحقيقة هم صناعة مخابرتية مصرية سعودية جزء من هذه السلفية المدخلية هؤلاء هم من رؤوس السلفية المدخلية تقديس الطغات مش تقديس الحاكم الحاكم الطاغية لما كان وهذه أيضا صحبها الجزائريين لعلي أكون من الأموات يومها يوم ما ينتصر الشعب الجزائري إياكم وأن تسمحوا لللحة المتطرفة أن تفرض خطابها غير المعقول وغير الإنساني وغير الإسلامي على الشعب الجزائري أقول غير الإسلامي لأن هؤلاء ظهروا آنذاك لما انتصر الشعب المصري وثورت ووجات الانتخابات كان همهم الأكبر أنهم كيفاش يكسروا الثورة سواء بوجه المدني الإخواني أو المدني العلماني المعتدل اللي كانوا متواجدين في الثورة المصري كان هدفهم كله كانوا يزايدون يعني كانوا لما يطلحوا الإخوان حاجات هم يزايدوا عليها لا وهذه ضد الدين ولهجب أن نعمل الدين أكثر ومن يش عارف وهما الهدف كان ما هوش الدين مش الإسلام لأن يعرف أي إنسان عاقل أن الأمور هذي يجيب التدرج أمور الدين الإسلام تم إخراجه تماما من حياة الناس فعندما يجي حاكم صالح لازم الناس تخليلوا الوقت حتى يستطيع أن يعيد بناء النفسية الأخلاقية والاجتماعية والاختصادية للبلاد باش يستطيع أن ترى الناس من الدين نورا وليس زورا كما هم هؤلاء لكن كانوا من أسرع الناس الذين ساندوا الإنقلاب وما زالوا يساندونه وساندوا القتل وساندوا السجون أنت إخوانهم لك أن يصلوا معاهم يذكرني هذا طبعا بشكل مقلوب لكن يذكرني بشماعة حمص كانت يومها تسمي نفسها حماس كما قال شيخهم تبركا بالحركة الإسلامية في فلسطين حركة المقاومة الإسلامية لكن من بعد نحاو هذا القرن أو ذلك الألف اللي كانت مضافة للميم وأصبحت حمص وكانوا الناس يسمهم خمس من خماس للأسف ما كان يسمى بالإخوان في الجزائر وقفوا مع دبابة العسكر في 92 وما كان يسمى بالسلفية جزء رئيسي منها ما مش كلهم مثل الإخوان مش كلهم بالمناسبة مش كلهم وقفوا مع الدبابة لكن الجزء الظاهر في من السلفية وقفها مع دبابة عسكر كامب ديفيد كما يسموها المصريين عسكر سيسي وهاه حل خراب بمصر ومصر أيضا على أبواب ثورة وثورة شعرية حقيقية ها هي إحدى مظاهرها قبل يومين كانت كانت هذه المظاهرات في مصر لعلكم سفتهاش أيها الله وقا أبوابا وكانت هذه في إسقاط صورة الطاغية وكانت هذه هذه كانت خاصة في مدينة السماء مرسل طروح ولكن ظهرت أيضا بعض بدايات الاحتجاجات في بعض الأماكن الأخرى وأنا توقع أننا على أبواب ثورة في مصر أيضا فالحقيقة لأنهم لم يتركوا المصريين كثير من الخيار لم يتركوا المصريين كثير من الخيار للمداخلة الذين يقدسون الطغاة ولا أقول الحكام فقط الطغاة المداخلة في ليبيا عارضوا الذين جاتهم الثورة عارضوهم وهاهم اليوم يقاتلون مع حفتر وفي اليمن قاتلوا أهل البلاد مع الإمارات هي مستعمرة لليمن وفي مصر وقفوا مع جنرالات السيسي لذبح الشعب المصري وعارضوا محمد مرصي والبرلمان الذي كان وجده هناك أتحدث عن المداخلة مش أتحدث عن السلفية السلفية رأي أنواع أقل شيء 24 نوع في السلفية يجب أن لا يكون للمداخلة أي دور مثلهم مثل أبواق الجنرالات في الإعلام أو في القضاء أو يجب إبعادهم تحييدهم مطلقا عندما تنتصر الشعوب لأن هؤلاء سموم وهؤلاء سمومهم أخضر لأنهم يغلفوها بغلاف ديني الدين الإسلامي هو الدين العدل الدين الحق الدين الأمر المعروف والنهي على المنكر وليس تقديس الطغاة تقديس الطغاة من أبشع ما يكون وبعضهم يعرف قصة الإمام أحمد اللي هم أمرات يتمسحوا به أحمد بن حنبن ويعرف قصة ذلك السجان الذي سألوا يا إمام هل أنا من أعوان الظالمين قالوا لا 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 أنت مكش أعوان الظالمين أنت من الظالمين إنما أعوان الظالمين هو اللي يخيط لهم لباسهم اللي يخسل لهم لباسهم اللي يحضر لهم أكلهم هذا أعوان الظالمين أما أنت فمن الظالمين يعرفوها بعضهم يعرف هذه الأشياء لكنهم دجالين وتديرهم أجهزة مخابرتية المدخلية هي صناعة مخابرة سعودية وانتشرت في أبطالنا بعد حرب الخليج حرب الـ 91 ترجمة نانسي قنقر